جميل الآلي غضبا من نبيت سمو سماني في المؤتمر الصحفي قال أنا عندي تجارب كتيرة جدا في تغيير أمور بأنديها كبرى لا أتذكر أنني دربت فريقا من قبل في وضع جايد حتى الآلي المصري كان بعيدا عن منافسات الأفريقية فأنا جيت واجعلت أحصد أرزيل ألقاب مجددا كتير من الأهلوية زعلانين وكتير من الأهلوية بقول لك ما هو فعلا نحن ما كناش بناخد كامبانة سبع سنين ما بناخدش البطولة الأفريقية الغاضبين بقول لك أنه ما اخترعش العجلة لأنه الأهلي كان عنده سبع أو تمن ألقاب يعني قبل تمن ألقاب قبل أن يأتي بيتسو مو سماني خدنا التسعة والعشرة مع هذا كلام الأهلوية يعني آه غيبنا ست سبع سنين لكنه الأهلي هو الأهلي والبطولات هي البطولات من المدافعين عن مو سماني قالوا جماعة درجة الحق والراجل الجه وكان الأهلي كان دايما أماننا أنهنا نعود للبطولة الأفريقية يا فالراجل كان ليه دور بس لكل مجمع أنه طريقة الكلام نفسها جانبها التوفيق وكأنه يعني ايه هو اللي صنع هو اللي خد البطولة لوحده ما كانش فيه عامل مساعدة في إدارة في لعبين في توفير الأجواء في كل حاجة يعني من هنا يعني لكنه آه الله أعلم طبعا بما في القلوب والنوايا لكنه دا كلام بيتسو موسيماني ترجمة نانسي قنقر